موضوع أخير مش هتكلم في تفاصيل كتير هيجي وقته أكتر الحلقات اللي جاية ولكن انبارح بعد ما اتكلمت على موضوع حسين الشحات كنت أعتقد كنت أعتقد ان اتحاد الكورة هيصدر بيان توضيحي أو بيان استنكاري على فكرة خروج أحد عناصر اللعبة عن قواعد ليحة الانضباط وقواعد ليحة المسابقات واللجوء إلى المحاكم أو القضاء بعيدا عن الملاعب كنت أعتقد ان اتحاد الكورة ممكن يصدر بيان توضيح لان لما اي حكم بيتعرض لاعتداءات في بعض المباريات وبيتجه إلى أقسام الشرطة على طول اتحاد الكورة بتحرك يعني بيلزم الحكم انه يتنازل لان فيه لجنة مسابقات وفيه لجنة انضباط وفيه قواعد معمول بيها في لائحة أو اللواحة المنظمة للمسابقات ده بيحصل وعند وقائع ومكالمات حدثة ما بين مسؤولين في الاتحاد مع بعض الحكام اللي حصل مبارح ان حسيني الشحات راح لي نيابة القاهرة الجديدة ومثل للتحقيق امام احدى الجهات للتحقيق في هذا الامر انا مش هتكلم عن الشرق القانوني طالما الموضوع قيد التحقيق ده جانب تاني ما قادرش اتكلم عليه ولا اعلق عليه وبالتأكيد بنصق تمام الثقة فيه جهات التحقيق ولكن انا بتكلم على الجانب الرياضي لا اتحاد القرى علق ولا ربطة الاندية علقت ولا حد جاب سيرة ولا حد اكنه شاف اي حاجة خالص اللي حصل انبارح ده مخالفة صارخة للوايح الاتحاد الدولي ولوايح الاتحاد المصري والاتحاد المصري لو فضل ساكت على الامر ده الامر ده مش هيعدي ولا يجوز ان يتم السقوط عليه والاتحاد القرى لازم يكون ليه موقف خلال الساعات اللي جاية لازم يكون ليه موقف خلال الساعات اللي جاية لان الامر ده ما ينفعش يعدي تمام ده لاعب دولي ولاعب في منتخب مصر ولاعب في النادي الاهلي فيه قرارات صدرت من درابطة الاندية فيه قرارات صدرت من اتحاد القرى فيه تقرير من مراقب المباراة فيه قرار صدر من ادارة النادي الاهلي قبل كل هذه القرارات وصدرت عقوبات والموضوع انتهى منذ حوالي أكثر من أربع أو خمس شهور ولكن اللي حصل مبارح ده سابقة خطيرة من نوعها لم نشهدها في الملاعب المصرية يبقى اتحاد الكورة لازم يقوم بوجبه ولكن يبدو ان اتحاد الكورة مشغول دي بقى النقطة اللي أنا اكتشفتها مبارح ليه اتحاد الكورة مشغول لأن اتحاد الكورة بيفكر في حاجات تانية اتحاد الكورة بيفكر في حاجات تانية حين كناش نعرفها عشان نبقى عندنا بس أمانة في طرح الموضوع انا بنتكلم مع حضراتكم احنا عندنا ثقة في الناس اللي بيتدير الكورة في مصر هي بتشتغل لمصلحة الكورة المصرية ولكن يبدو الناس بتشتغل لمصالح شخصية تانية او مصالح ممكن يكون فيها انتماءات بعيدة تماما عن العمل اللي المفروض عضو اتحاد الكورة بيقوم بيه أعلى وهي بصوا على فكرة ليحة الانضباط اللي بتكلم عليه لا يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللي جوه لأي من المحاكم المدنية او الإدارية لحل نزاع رياضي في كرة القدم بدون استعراض اللي حتى اتكلمت على الموضوع ده وقلت دي مخالفة صاريخة والناس كلها عارفة ان الموضوع ده أصلا ما ينفعش أصلا يطلع بره الملاعب وإلا بقى خلاص اي لعيب هيحصل اشتباك بينه وبين لعيب في فريق اخر اتحاد الكورة ما يخدش عقوبه يقول لهم بقى روحوا لإسم الشرطة اكتبوا محضر واتخنقوا بره وشوفوا هيحصل ايه بخلاص بقى ما هي القصة بقت بره بره اطار الملعب فالمفروض اتحاد الكورة ياخد باله من الجزاء دي ويبقى ليه قرار وليه بيان توضيحي ولكن اقول لكم ليه الاتحاد مش مركز انبارح أحد الإعلاميين وبغض النظر عن هو ليه قال المعلومة هو بقى عنده مشكلة مع إهاب الكومي عنده مشكلة مع حد تاني ولكن إهاب الكومي في برنامجه الإعلامي وهو عدو اتحاد الكورة قال خبر غريب جدا والناس تقول لي لا فيه منافسة يبقى من حق أعلق على الخبر ده او من حق أعلق على تصريح قال عدو اتحاد الكورة ان المدير الفني للمنتخب المصري بيتدخل لوساطة لفك أزمة مالية او مشكلة مالية ما بين نادي منافس مع نادي أوروبي دي جديدة يعني انا ممكن اقبل ان اتحاد الكورة يضمن نادي مصري عند الاتحاد الدولة وعند الاتحاد الافريقي لمقابل ان النادي ما يتوقفش قيد وياخد الرخصة بتاعته ويلعب في المسابقات القرية والدولية ده مقبول ده بيحصل بر انت اضمن النادي المحلي ويدفع الفلوس مكانه وبعد كده النادي المحلي يسدد لك الفلوس دي دي مقبولة ولكن انك تتوسط وانك تطلب من المدير الفني للمنتخب انه يتدخل بعلاقاته في البرتغال لحل هذا النزاع ما بين الزمالك وسبورتي كريشبونة جديدة جديدة بصراحة عمرها ما حصلت قبل كده وانا برضه عمال اقول والمنتخب لم يعني ليه عن قيمة المباراة الودية اتاري فيتوريا مشغول بطلبات تانية اتحاد القرى بيطلبها منه ده مش كلامي ده كلام على فكرة ايهاب الكومي والله ما كلامنا المنتخب محد السافر لكو الدفوار عشان يشوف الاقامة والاعاشة اتاري برضه المنتخب مشغول بموضوع الزمالك وسبورتي كريشبونة الكلام اللي بيحصل ده جديد عمره ما حصل ومحدش يقول لي مناش علاق يا جماعة لأ في تنافس ما بيني وبين كل الاندية في الدوري وفي الكاس وبالتالي التنافس ده انت بتختارق قواعده بالتدخلات الغير قانونية بهذه التصرفات مش هقول اكتر من كده احنا بنسجل ده للتاريخ لان منتخبنا الوطني عنده بطولة امم واللي بيحصل من الاستاذ اهاب الكومي عضو اتحاد الكورة في التصرحات اللي قالها على لسانه امر غير مقبول ولم يحدث من قبل وبالتالي لما نشوف هيحصل ايه الفترة اللي جاية بس انا بقول اتحاد الكورة ليه ما ردش وليه ما تدخلش في موضوع حسين لان امم مشغولين في حاجات تانية ليه علاقة دلوقتي بسبورتينك نشبونه وملفات تانية حتى مش مركزين على كأس الامم الافريق